قام العاملون بمشروع الوجبات السريعة الحقيقية بإحداث الثورة في الطريقة التي ينظر بها الناس لبقايا الطعام وذلك من خلال بنوك الطعام الخاصة بالمشروع والمقاهي التي يقوم الزبائن فيها بضفع ما يستطيعون مقابل شراء ما يحتاجون إليه من بقايا الطعام القائمون على المشروع يعملون الآن على اتخاذ خطوة أخرى في تطوير مفهومهم عن بقايا الطعام وذلك ببيع هذا الطعام في متجر كبير خاص بهم وهو المتجر الأول ببريطانيا الذي يهدف إلى تقليل كمية بقايا الطعام التي تنتجها المملكة المتحدة كل عام فترة الصلاحية هي المدة الزمانية التي تعطى للطعام والشراب والدواء والكيماويات والمواد المعارضة للتلف قبل أن يتم اعتبارها غير مناسبة للبيع والاستخدام لا تنسى تسجيل أعجابك بالفيديو والاشتراك في القناة وشكرا